موقف على الدهر يجني المجدل النيل والفخرة سلاما شبابا نيل في كل موقف على الدهر يجني المجدل النيل والفخرة أستاذ بقى الماسترو أنا عايز الماسترو سليم سحاب عايزين نحييه بعد شكرا مدود يا ماسترو اسمح لي نقعد عشان أنا عايز أخد رأيك يعني في الموسيقى ما بعد الثورة عندنا طبعا كان فيه موسيقى قبله كانت جيدة وعظيمة يعني أنا عايز بس حضرتك تستشلي بما بعد يعني بعد صورة 52 ما فيش شك انه بعد صورة 52 الاغنية الوطنية والنشيد يعني اللي كان قبل الثورة في الدرجة التانية كموسيقى الاغاني الوطنية وكانت قليلة قوي سيد درويش بعدين عبلوهاب مصر ونادتنا وهتف الداعي ونشيد الحرية اللي كان قبل ومن زيك عندي يا خضرة من زمان اللي يقصد بيها الخضرة العلم المصري العلم المصري بزي سنة 48 للتعبير عن الاسى اللي حصل في نكبة فلسطين كل ده الاغاني الوطنية برضو الى جانب الاغاني الوطنية في ربوع الشام كان في اغنية وطنية في الاربعينات محمد وسليم فلايفل الاخوان فلايفل عاملين كانوا نشيد موطني موطني حماة الديار اللي صار نشيد القوم السوري نشيد الوطني السوري نحن الشباب لنا الغدوء الاغنية الاغنية الوطنية كانت في الدرجة الثانية امام الاغنية العطفية ما فيش شك انه قيام ثورة يوليو جعلت الاغنية الوطنية والنشيد في المقام الاول او على الاقل بمرتبة توازئ الاغنية العطفية ما فيش شك لان الاحداث اللي كانت تحصل بوجود كوكبة من عباقرة التلحين العربي يعني اصغرهم في ذلك الوقت سنا وليس قيمة محمد الموجي وكمال الطويل بليغ حمدي الى جانب عبلوهاب ورياض الصنباطي كل دول بقى الاحداث تفعلوا مع هذه الاحداث وعبروا عنها حتى نستطيع ان يعني نؤرخ ثورة يوليو من خلال الاغنية الوطنية اللي حصلت وقتها اه ما فيش شك ما فيش شك مثلا بداية الثورة اخذ شعار محمد نجيم الاتحاد النظام والعمل اتعامل عليه على الاله القوي الاعتماد اه طبعا بالنظام والعمل والاتحاد الانهاض الكبير متحة عاصم متحة عاصم انهدي يا مصر يا خير البلاد سعدي للمجد ومدي للرشاد بالاتحاد والنظام والعمل عارف انا حافظها منين يا مصر كل الافلام اللي اتعاملت سنة 53 كان لازم يحطه لازم يحطه لا اسماعيل ياسين في اخر الفيلم بيقول على الاله القوي انت فاكر طبعا عالدوار عالدوار الاغنية الشعبية الجميلة الرائعة اللي اللي بدأت فيها الثورة نشيد الحرية بتاع ابن الواب اللي كان انت في صمتك مكره انت في صمت ومنع واول مقامة الصورة عملها كنت في صبر على اساس انه اصبح الحدث ماضي كنت في صبرك مورغم في صمتك مورغم مكره 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 فتكلم وتألم وتعلم كيف تكره الاخريه كامل الشناوي العظيم الى جانب عبدالصبر والايمان كانت صورة اداعية بعد ذلك منشوف انه الاغنية الوطنية واكبة الاحداث كانت في احداث كانت صراعات كانت في تصادمات خطيرة سياسية بين مصر وارادتها بالعزة الكرامة الوطنية ارادة الكرامة الوطنية وصدامها مع الاستعمار كان يولد صدامات ومعارك يومية مع الاستعمار وكانت الاغاني تواكب هذه الاحداث اغاني عظيمة جدا مثلا كسر احتكار السلاح طلعت اغاني كتير اذكر منها زود جيش اوطانك وتبرع السلاح حتى طلع الفن مش بس بالمزيج الكاريكاتير مصورين عبدالمطلب في الكاريكاتير بدل ما يقول يا ليل كان مصورين يقول يا جيش حتى ده لاحق الاحداث بعد ده تأميم القناة طلعت الاغنية العظيمة محلك يا مصري وانت عدفة اللي ظهر فيها محمد الموجي برومانسيته الخطيرة وموهبته الكبيرة طلعت اغنية للبنانيين كانوا موجودين في مصر محمد سلمان وفليمون وهبه ونجاح سلام اليوم 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 النصر عصرنا قلب الاعداء عصر فجر جديد وعهد جديد وكل العرب تأيد مصر وفيه كوبله بالذات عن تأميم القناة بيقول عبدالناصر يا جمال للغرب بتعطي امثال قاله السد العالي زال قاله امامنا القنال فده كان عامل جوه غير طبيعي جات حرب ستة وخمسين طلع عن انشيد من اعظم الانشيد واقيم من الناحية الموسيقية اقيم انشيد عرفتها الموسيقى العربية الله اكبر الله اكبر بداية بعدين انا النينو مقبرة للغزاء معلش خليني اشوف الورق يا اغلى اسمي في الوجود والله زمان يا سلاحي يا اغلى اسم محب محمد موجب والله زمان يا سلاحي كمال الطويلة العظيم من بيت لبيت لعفيف ردوان مش هنسلم مش هنسلم مش هنسلم واحنا طريق ناطرق النصر 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 وده النشيد خد الجايزة الثانية قد يكون يعني على أساس أنه الله أكبر خد الجايزة لأولها لأنه فعلا نشيد كان عظيم ده خد الجايزة الثانية قد يكون مش لقيمته الفنية بقدر ما هو لأن واحد عربي مش مصري جاء هنا وساهم في العطاء إن شاء الله أكبر محمود الشريف محمود الشريف صح محمود الشريف وبعدين عندك قلنا حنبني وده إحنا بنيين ده بعدين ده بعدين بقى كمال الطويلة العظيم الأغنية دي فضيعة بتحس كأنك نزلت فيها ببراشود في فرح شعبي فجأة تصفيق وزغريط وهيسة ومش ممكن حاجة حاجة شعبية على أرفع مستوى فني يعني بعدين عندك ما ننساش أغاني المدفع التي أرخت وحدة مصر سوريا على الأحباب سلام الله على الوحدة ما شاء الله لمحمود الشريف برضو التحولات الاجتماعية بقى الوحدة كمان ما تنساش من مسكن سوق الحمدية أنا عارف السكة الوحدة والتانية حمى ويمشمش حمى ويمشمش صباح البلد يمشمش صباح الحن فريد الأطرش ولننسى كم أغنيات أم كلسوم اللي 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 دخلت برضو لتاريخ الصورة يعني صوارة على حنقول إيه مصر التي في خاطر وقف القلقه صوت السلام صواري حبنا الكبير أجل اللي غنتها دلوقتي غادة إلى جانب المجموعة التأريخية لثورة يوليو اللي عملها كمال طويل وعبد الحليم حافظ يعني سمي بجبارة الموسيقى العربية كمال الطويل يعني عمل مجموعة أغاني كانت يعني فعلا تأريخ للأحداث السياسية اللي حصلت في مصر قلنا احنا ابني ودحنا بنينا السد العالي بعدين المسئولية بالأحضان صورة يا أهلا بالمعارك كل هذه الأغنيات كانت تجمع كل التحولات الاجتماعية والسياسية في تلك السنة ويروح مطلعها كمال طويل بأغنية مع صلاح جهين العظيم وبصوت عبد الحليم حافظ يطلعها بحفلة 23 نيوي حاجاتي لما بتعملها حضرتك دلوقتي في حفلات الموسيقى الأوبرا يعني وبتلاقي إقبال الناس والشباب بالذات طبعا طبعا فصرها لك لأن هذه الأغنيات تعرض تاريخ مصر والشاب المصري متعطش إلى أن يعرف تاريخه وإحنا منعرفه تاريخه من خلال هذه الأغاني وفي حاجات كتيرة غير الملاحم حصل فيه ملاحم مثلا لما تاخذ قرار بناء السد طلعت قولنا حنبني ودحنا بنينا السد العالي طلعت أغنية حنبني السد طلعت أغنية مثلا حنبني ساعة الجد بتاعت عبد الوهاب باب الظلم تهد وإحنا وراك ملايين تنعد كل هذه الأغاني قولنا حنبني ودحنا بنينا طلعت الأغنية لمجرد ظهور القرار السياسي ببناء السد العالي أما الآن فهي تعبير عن بناء السد العالي اللي أصبح في تاريخ يعني جزء من التاريخ ولذلك الأغنية القيمة بتفضل محافظة على قيمتها يعني أنا عايز أقول أنه الفن أمتى يخلد أمتى يصبح خالدا مش بس عندما يعني يعبر عن وضع آني لا عندما يعبر عن حالة أو حدث تاريخي عظيم بموهبة عظيمة ساعتها يخلد ساعتها يخلد فن التحية كده للمحاضرة الجميلة اللي قالها مقاس وسليم حضرتك غادة من تلاميذك غادة من تلاميذك صح؟ آه طبعا وصوت مبشر وحل وجميل قوي معبر زيما أستاذ فايدا يعني تقريبا ما بقاش بقى مبشر بقى في الساحة يعني محتل سعيز احتضان ورعاية طبعا الرعاية موجودة وستبقى ان شاء الله في أصوات جديدة تحب ان نسمحها معانا النهاردة طبعا في عندنا يعني ممكن نقول الأستاذ لأنه هو أساسا أستاذ في معهد الموسيقى وهو عضو في الفرقة القومية خالد عبد الغفار خالد ده يا سلاب ده خالد ده أنا من المستمعين إليك في الحفلات حاجات السولو اللي بتعملها ببقى مستمتع بك يا خالد ما كنتش عرف انك أستاذ في الموسيقى العربية يا طرى ممكن خالد يسمعنا حاجة؟ اه طبعا أكيد ان شاء الله وهو عازف على عود رائع يعني خالد غنى إحدى ملاحم الثورة المصرية في الموسيقى ذكريات رجعتني ذكريات من اللي فات من حكاية لحكايات عبد الحليم و أحمد شفيق كامل طبعا شفيق و عبد الوهابة العظيمة الثلاث عباقرة غناء و شعرا و لحنا تقدر سمعنا حتى منها؟ ولا عايز سأل حاجة تانية؟ مش هقدر العب على العود لأن هي فيها نقلات موسيقى كتير قوي فمش هقدر العب على العود أنا ممكن أقول منها جزئية كده عايزين نحيل أستاذ خالد قدّل يا مصر تقول هنا من غير هي زي حكاية يعني هي أريد هي حكاية ملحمية بتتكلم عن ذكريات فرد من الشعب المصري قبل أن تقوم الثورة وحتى قامت الثورة والفرحة بعد كده بالثورة كلنا أكيد عارفين غنوة ذكريات ألحان الأستاذ محمد عبد الوهاب أحمد شفيق كامل أيوة هي بتقول رجعتني الذكريات للي فات من حكاية لحكايات فكرتني وفتكرت وبخيالي هناك بعيت واتخد فكرتني بالطفولة واللي كان وقت واللي كان وقت طفولة وافتكرت سنين بعيدة بعيدة مش سعيدة وإحنا في مصر الجديدة لكان زمان الجران من كل جانب كانوا أكتر هم أجانب إنجليز حال هم يغيظ والعجائب والعجائب كنت حاسس إني أنا وأهل الأجانب ذكريات ذكريات كنت تلمس في ابتدائي وأصدقائي يوم كدا جم في شارع جنب بيتنا جم نطير طيارتنا اللي صنعينها بأيدينا إلتائينا شل من أولد هناك إنجليز من سننا بيطيروا هما كمان طيارتهم زينا طيارتهم زينا طيارتنا وطيارتهم مرت النس ما خادتهم شبكتهم عقدتهم وقعتهم الولاد الخواجات بالضربهات فينا ضربناهم برجلنا وإيدينا وانتهينا في البوليس راحوا اشتكونا وجرجرونا وبهدلونا مرد راعوا راعوا ب PR شبكتهم يلتقينا في اسمنا اللي اسمه عرابي شاويش راقي الأوروبي إنجليزي وشو أحمر قال أحمر قال ها أحمر قال ها أحمر قال ها 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 إديبشن How dare you beat them? Don't you know them? دو الحماية حماية حماية وابتدى قلبي الصغير يدور عن جواب لسؤال يحير احنا مين في بلدنا ولا فين 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 التقيت رد السؤال الاحتلال 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 ظلم وضلال ظلم وضلال ظلم 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 والذكريات والذكريات اللي فات رجعتني رجعتني وفكرتني وفكرتني الزكريات الزكريات انا شفت العالم البريطاني بدنس نسمة اوطاني منظر حصرني وبكاني خلاني كرهت اشوف تاني وفي عالم داري الدمعة هواني ازاي اوطاني الجبارة محكومة بقصر وبصفارة والكل دخيل فيها ضارة وجيوش محتلة ومخمورة تنهب في بلدنا المقصورة صورة ازاي 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 وزاي في اللد وفي الرملة كانت العملة مأساه كملة استشهد أخويا في أراضيها بنروا بيها وحببته خطبته منساش لو قعدتها وكلامها لصرته إزاي يا حبيبي إزاي غشوك إزاي بسلاحك بأدك أتلوك أتلوك إزاي 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 أسلحة فزدانة وخسرانة غشنا حكمنا ودسوها تررنبا أسلحة فزدانة وخسرانة غشنا حكمنا ودسوها ليه ليه تجروا فيها وأتلونا بها ليه 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 مضوء طويل أواجه حفظنا أختصر أهي إحنا وصلنا للنص تقريبا فأنا مش فاقنا على الناس فعب بشيك لا يعني من حق نعم لسه موصلناش للصورة موصلناش للصورة كل ده أه لا ده مسلسل لا يا جميلة جدا أوي أوي ملحمة فعلا أحمد شفيق كامل وعبد الوهاب وخالد أبو النجم أجي فيهم إيه يا عبد الوهاب لا فيه إيه ده زي ما قلنا أنتو الغد البكرة اللي حيحصل إن شاء الله يا رب يكون دليل كويس على الغد وإن أعجبكو صوت خالد أبو النجا يا عنيد يا عبد الغفار لم أخسر معلش ححفظ اسمك ححفظ اسمك يا أتمنى يا رب أرسس ساميري حفظ اسمي يا رب لا أنا بحفظك شكلا في كل حفلات الماستر سنين سحاب ببقى وسقفلك بحماس لأنه بيختار لك الحاجات العظيمة اللي انت بتقول دايما الماسر على فكرة تعيبنة جدا ده سر من اللي أنا عايز أقوله له دايما أختار أي غنوة سهلة أي حاجة سهلة يعني عشان إنفعل معي الجمهور وبيحب الجمهور حاجة سهلة فدايما أقولي لا يا خالد أنت ما تغنيش الحاجات سهلة يا ماسر أرجوك يعني إحنا أنا حاجز إن فيه إن بقى فيه بيني وبين الجمهورها يعني حاجز من كتر الحاجات الصعبة اللي بقولها القصايد والمنولوجات المرسلة لا أمانا هو أحد المستمعين وببقى سعيد جدا أستاذ أنا بشوفك أنت على طول بصص له يعني هو بيبقى وهو بيبصلك ببصة حب كده أستاذية جميلة بتشجيع حلو يعني بشوف أنا العلاقة اللي بين المصر وبين البراعم الحلوة خالد هتبقى عندليب كيب واااااا أهي يعني إن شاء الله يا رب نعيش ونشوفك كده هوا وأنت مال الساحة بالأغاني الحلوة تحية لخالد عبد غفار فتلجة جدا هنيك يا مايسف هنيك وتسمحولي ان انا معكم كده نرحب بالاستاذ والصحف الكبير جمال بدوي استاذ جمال بدوي طبعا اكيد يعني عشت احداث الصور يعني في ناس بيبقى لها مواقف منها انما انا عايز اقول لو قلت الحضرتك كده تقولي منشط بسيطة عن صور الثلاثة وعشرين يولي منشط اه لا بلاش منشط لانك حتى اختصر اه احنا نتكلم كلام كتير يعني منفوط لتناسب الله يحفظك هو انا يعني بنظر للثورة من خلال يعني منهج انا ملتزم به استنبطته من خلال دراساتي للتاريخ ولتاريخ العالم والدول والحكام والزعماء البشرية كلها هو تاريخ نظام الحك المنهج ده يعني بيقوم على اساس تقويم الحداث الكبرى والابطال والزعماء والحكام دراسة موضوعية بمعنى انه لا يوجد حاكم اقدر اقول عليه ملاك وحاكم اقدر عليه شرير ولا يوجد حدث احكم بان هو ملأ العدل ارضا بعد مليت ظلم ولا اقدر اقوله على حدث انها كانوا كان ظالم انما لان الاحداث بتقضع لظروف ولمعطيات ظروف العصر اللي نشأت فيه وده اللي يجب ان احنا نهتم به يعني نقوم ونحكم على الحلس الكبير من خلال اولا الظروف التاريخية اللي وقعت فيه يعني انا ما حكيه ما حصيبش صورة يوليو بمقاييس الفين واثنين لازم اتنين وخمسين الظروف اللي حدثت فيه حاجة تانية ان لازم افصل ما بين المحاسن ولا اسرف والله ده الصورة عملت كل شيء جميل وكمان مع درشن انا وسيء اليها والله ده الصورة عملت كل شيء سيء ده غلط انما المنهج الصحيح والعدل ان انا انظر لكل في سلة واحدة على بعضها ويعني نقوم ما بين هذا وزك ده المنهج السيء لما نجي نطبق الكلام انت بقى على صورة يوليو مش انت عاوز كده اي يعني لا خلافة على ان الشعب المصري منذ عند اعلان البيان رقم واحد الساعة سبعة السباح يوم الاربع كله بكل طوافي واحزابي وفئاتي وجامعاتي ومدارسي اي دي الصور مش عايزة كلام ده حقيقة انا عاشنا انا نفس شفتها في مدان السعاف طنطة انا بسمع البيان جام منصورة ونوزل طنطة عشا اروح لقيت البلد زيطة ويصيح الحكاية كل الناس فرحت فدي مسائل لا خلافة عليه تأييد بلا حدود جميع الاحزاب ايدت الصورة حدودها كنت في حزب الوفد نعم كنت في حزب الوفد وقتين لا كنت من اخوان المسلمين وبعد ما نزلنا من البلد رجعنا تاني القاهرة وروحنا القيادة وسقفنا وهدفنا لمحمد نجيب وبعدين رحنا العلي ماهر رئيس الوزار رحنا فوق من السيارات حوالي مش عالي من خمسين سيارة بالإعلان التأييد والحب والمعبة والأمن الكبير في التغيير جميع الاحزاب ما عادة بعض الجماعات المركزية عشان نكون أمين يعني كله قايد لما نيجا بقى يعني ايه سبب ده كله لازم تشوف البيان ولازم البيان ده يزاعد دلوقت حتى كمان ليه لأنه ما بيقول ان احنا بنتهر نفسينا وبنتهر الجيش وكذا 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 في ظل الدستور ودي جملة اللي ختم بيها البيان الصيغة اللي كتابها الصاجة بان حمد كلمة في ظل الدستور دي وبيدون غاية بتأكد اصرار هذا النبت الجديد لما الضباط الاحرار على احترام الدستور فعايز اقولك ان الناس الايد الدية ما ايدتش كده من فراغ انما من العذبات اللي شافتها فيما قبل الثورة طغيان الملك وفساد الملك وحدس ولاحارك ونقول نتكلم تلتين في الحكاية دي لو اردت فعايزا هؤلاء المؤيدون لما جاء انا افسر هذا التأييد بانه شيك على بياض وانه تفويض بلا حدود يبقى غلط ليه لان ده الناس طمعانة في الديمقراطية وفي العهد الجديد وفي الدستور وفي الاستقرار بالسبب سبب التأييد الجامح والتأييد اللي انزموا تلك بلا حدود لما جاء اصور ده بقى بانه والله الثورة خلف الزعيم اعطى تشيك يعني بدون على بياض يبقى دي فيه اهانة للشعب المصري هذا الشعب الذي وقف وراعه في وقفة عبدين تسعة سبتمب ساة تهلو ثمانين عشان يطالب بيه راح يقول له العز لحمة ورز وسامنة اي بدا وقف ورا الدبابات ورا عرابي في مدان عبدين لجنبنا ده راح بقول الدستور واقامة حياة ديمقراطية سليمة على النسخ الاوروبي ده بيابة عرابي لما قولوا الله ده راح الشعب المصري احنا تنازلنا عن ارادتنا للحاكم اللي كانت صرف كما شايف وده غلط برضو الشعب المصري لما قام بصورته التسعة تاشر كان قايم من اجل التحرر والحرية وصورة خمسة وتلاتين اللي ما حاجز بتكلم عنها عندما قام شباب الجماعات في مصر واستشهد عبد الحاكم الجراحة وعم جيد مرسي وغيره من اجل الدستور احنا بنسينا الكلام ده كله ونقعد نقول بقى انه والله لا ينكر احنا ان الثورة صورته اليو دي انحازت الى الفقراء والمستضعفين والبسطاء والمعدمين وكل الاجراء اللي عملتها بدا من اصلاح الزراع الى مجانية مجانية التعليم كل هذه امور غير منكورة والعالم كله بيعترف به وكل الذين يقومون او يعني يرسمون ثورة يوليو لابد ان يعترفوا بهذا واي انكر له بغلط لما تقديل من شأنه لما في نفس الوقت يجب ان نذكر ان تأييد الثورة كان مرتبط بقرار المشاركة ان الشعب يشارك مش يعني اعزل ان الشعب يبني مش يتفرج فالمسألة هنا الحراف اللي حصل ان الثورة تحملت كل شي ان القائد اعطى نفسه كود المسؤولية زي ما قال ما قالوش في الاغان اللي قال الاستاذ صحاب عايزين عايزين يا جمال عايزين حصل اللي ما حصلش عايزين ايه طب انتو قدمتو ايه مثلا فاذا عنذر المشاركة افتقد وبقى ايه نعبارة على الناس انا عايزين كل عيد تلات عشرين يوم ده يا طرح هاديين ايه يا طرح هاعملين ايه بقى ايه زي انتظر اللي اعطيات وهو الفيديو كل شي ده مسألة ادت الى زرع السلبية وان الشعب وقف تفرج وان كل دي علل وامراض واوجاع المفروض ان احنا نبذل كل وهدنا للتخلص منها وان نتقدم الى الامام في ظل الديمقراطية وفي ظل المشاركة وفي ظل ان احنا كلنا بنساهم ونشارك في بلاي البلد هادي اللي انا عايز اقول هال الكلام ده غلط هال الكلام ده يحسب علي انه ضد طبعا لا انا مش ضد انما لازم انتلك المنهج اللي انا ملتزم بيه اللي انا مؤمن بيه هو انه بالثورة زي ما يقولوا انجازات ولها اخطاء الاخطاء يجب ان تعالج وعلى مصار الخمسين سنة اللي فاتت فقال علمك الاحثار ده هتظل كمان خمسين سنة في خلال الخمسين سنة اللي جاية يجب ان احنا نتقدم الامام يجب ان يكون الشعب مشارك يجب ان تكون ارط حرة وهكذا 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 دي يعني وهكذا عايزين نحيي كتبنا كبير الاستاذ جمال بادوي القطايف الجميلة وفي نفس الوقت يسعدني دائما ان انا استقبل معكم الاعلامي الكبير والشاعر الكبير والزميل العزيز فاروق شوشا والاستاذ فاروق في حلقة من الحلقات اداني لقب جميل جدا بعتز بيه بقى الناس تناديني بيقولي سفير الحب لان انا دايما بادعوا فعلا الناس تحب بعضيها لان بالحب نستطيع ان نصنع المعجزات انما هنا انا مش هكلم على الاعلامي فاروق شوشا انا عايز الكلام اللي احنا سمعناه واللي قاله المايستر وسليم واللي قالت وفايدة كامل كل ده قولي يا ساس فاروق الشعر وانت في مملكة الشعر اميرا يعني شوفت بقى دي احنا الغين الامارات خلاص سيدا ايه يعني قولي الثورة والشعر العمي والفصحى والثراء اللي طلع من شفيق كامل ومن رامي ومن حسين السيد واوى الى خيري عايزك تقولي حاجة على الشعر دوله ايه كان او ثورة عملت ايه في الشعر العرب اولا الشعر في ذاته ثورة يعني الشعر عندما يبدع هو ثائر من اجل الجمال ومن اجل مواجهة القبح ومن اجل ان يجعل الدنيا اجمل واكثر عدلا واكثر حبا وبالتالي الشعر الحقيقي في داخله هو ثائر على الوجه الاخر الثائر الحقيقي شاعر شاعر باي معنى انه بيحلم بالغد بتتولد في داخله احلام كبيرة لوطنه لامته للمستقبل فهو يعيش الحلم حتى يتحقق وانا على ثقة من ان وجدان جمال عبد الناصر وهو يهيئ للثورة كان يعيش الحالة التي يعيشها الشاعر وهو يصنع في داخل وجدانه مشروع قصيدة جديدة تبدأ من تفاصيل صغيرة تتخمر تطالب بان تخرج الى الحياة تصبح عملا مقروءا او مسموعا فالشاعر والثائر وجهان لحقيقة واحدة اذا الثورات هي التي تدرك معنى الشاعر والشعراء هم الذين يفرحون دائما بقيام الثورات لان قيام اي ثورة يعني تحقيق الحلم تحقيق الامل رؤية الغد الذي كان مجرد خيال وقد اصبح مؤسسات مشاريع مصانع مداخن مزارع طرق الى اخرى قبل الثورة متقوم المسرح الشعري كان عليه ثلاث فرسان كبار علي محمود طه ابراهيم ناجي محمود حسن اسماعيل علي محمود طه لم يدرك الثورة لانه توفي سنة تسعة واربعين ناجي لحق من الثورة عدة شهور قليلة لانه توفي في مارس سنة تلاتة وخمسين محمود حسن اسماعيل هو الوحيد من بين الفرسان الثلاثة الذي ادرت الثورة وعاش معها ولذلك سنجده في السجل الحافل لقصائد واغان الثورة هو صاحب انا النيل مقبرة للغزاء عندما حدث عدوان ستة وخمسين النهر الخالد الذي يتكلم عن النيل وعن الوطن وعن الانسان دعاء الشرق يا سماء الشرقي طوفي بالدعاء لانه استمر معايشا لهذه الحكم لكن قبل الثورة كان فيه اصوات جديدة بتعزف على اوتار جديدة وتمهد للثورة كان فيه عبدالرحمن الخميسي وكان فيه عبدالرحمن الشرقاوي وكان فيه عزيز سهمي وكان فيه كمال عبدالحليم صاحب الاغنية التي شدت بها الفنانة الكبيرة فايدة كامل دع سمائي فسمائي محرق وليس لكمال عبدالحليم مطبوع من شعره حتى اليوم رغم انه يعيش بيننا الا ديوان وحيد هو ديوان اسرار الذي صدر له قبل الثورة هؤلاء الشعراء كانوا يمثلون باختصار الطليعة الوفدية الخميسي عزيز فهمي والطليعة اليسارية كمال عبدالحليم الى اخره قامت الثورة ماذا صنعت الثورة واجهة الحلم الوجدان الشعبي يبحث عن بطل والشاعر هو اعظم من يقدم اللوحة المرسومة بالكلمات لصورة البطل بطل من ابناء الفلاحين المصريين عملاق يعيد كرامة الانسان المصري والزعامة المصرية الوطنية فوجد الناس اولا ووجد الشعراء ثانيا الحلم وقد تجسم في صورة زعيم شعراء جميعا كانوا مع هذا الحلم وهذا البطل احمد عبدالمعطح جازي يقول فلتكتبوا يا شعراء انني هنا في عصر عبد الناصر العظيم ثم يصنع قصيدة يتغنى فيها باسم الاتحاد الاشتراك العربي وتكتب القصائد الشعراء يفجرهم الحدث لا يكفي ان تقول الشعر احاسيس وعواطف نعم لكنه محتاج الى وقود ما هو الوقود المعارك الوطنية والنضالية الشعر وجد الغارة على غزة وجد معركة ستة وخمسين وجد الوحدة بين مصر وسوريا ثم جاء الحدث الزلزال نكست سبع وستين قبل النكسة الشعراء طيور تحلق في الفضاء تبحث عن الحرية وهي طيور بمعنى انها تتنبأ بالزلازل قبل ان تحدث فتغادر المكان ونحس في حركة الطيور ان زلزالا سيجيء الشعراء حذروا من النكسة قبل وقوع النكسة بسنوات وكتبوا قصائد منشورة في مجلات وصحف ودواوين بعضهم لجأ الى الرمز بعضهم اشار الى ان حلم الزعيم يقتله من حول الزعيم وان الرأي الواحد لا يصنع الانسان الحر وان مكاسب الثورة لا تحمى بالقوة ولكن تحمى بالانسان الحر اعود الى الشعر الشعراء طيور حذروا من النكسة ومع ذلك حدثت النكسة انكسر الحلم كنا نمد الايدي نكاد نمسك النجوم في السماء ونحس اننا قوة عظمى واننا 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 فجأة وجدنا انفسنا نواجه الحقيقة العري قبل هذه اللحظة لابد ان اتحدث عن شعراء جسدوا حلم الثورة في مقدمتهم بيرام التونسي اغاني كثيرة من التي اشار اليها الاستاذ سليم من تأليف بيرام التونسي احمد رامي نحن استمعنا الى مصر التي في خاطري وفي فامي كامل الشناوي على الوجه الاخر العظيم جدا صلاح جاهين صلاح جاهين هو مؤرخ الثورة الشعري كما ان كمال الطويل هو موسيقار الثورة ومؤرخها اللحن والنغم وصوت عبد الحليم والاصوات الجميلة التي كانت كلها متألقة في هذه البرحلة كانوا اصواتا للثورة مع صلاح جاهين لابد ان نذكر الكتيبة الجميلة عبد الرحمن الابنودي سيد حجاب ولا بد ان نذكر فؤاد حداد ولا بد ان نذكر كل الذين ابدعوا وانا لا اريد ان استطرت في الاسماء لاني بالتأكيد سانسى شعراء مهمين لكن رحيل عبد الناصر جعل الناس تغفر كثيرا من النكسة وتتطهر بالدموع وحتى الذين كانوا يعارضون عبد الناصر ويكتبون ضد عبد الناصر بكوه كما لم يبكيه احد الان نحن محتاجون الى ان نخرج من دائرة ماذا كان والحساب على ماذا كان ما هي الايجابيات وما هي السلبيات هناك نتيجة واحدة الذي يصون الوطن حرية المواطنين والذي يعل البناء ان يكون هناك بناءون عظام والتحدي الذي نواجهه الان مع اسرائيل ومع العولمة ومع الطامعين فينا في كل مكان يقول لنا باختصار شديد سلاحكم الاساسي الحرية لان الحرية هي الانسان يعني الواحد يتكلم عربي حلو زي وكده ازاي يعني يعني انا بسمع مزيكة حلوة يعني واحد يقول مزيكة مش بيعني يعني مكسوفة تكلم في الميكروفون والله بعد الحلاوة اللي هو بيقول بيها حداد حداد قال الارض بتتكلم عربي وسامير صبري بيتكلم عربي بس انا عايز اسمع من الشعر فاروق شوشة بقى حاجة كده هون يعني من حاجاتك بلا اسمعك احنا كنا بنتكلم عن الشعر يعني محبتش اقول لك عايز اسمعك حاجة قالها شاعر سوري عن عبد الناصر في وقت من الاوقات وسمعك حاجة قالها شاعر مصري هو احمد عبد المعطح جازي في نفس الموقف لان الكلام عن الشعر مشكلته انك لا بد ان تقدم الشعر من المستحيل انا اتكلم عن الغناء ولا استمع الى اغاني او اتكلم عن تلحين دون ان يكون هناك نموذك سليمان العيسى هو صاحب الشعار الذي ردده الوطن العربي من المحيط الهادري الى الخليج الثائري لبيك عبد الناصري دا كان شعار الملايين العربية في وقت من الاوقات اهلا بعبد الناصري اهلا بحلم الشاعري دا الكلام اللي انا بدأت بيه عبد الناصر شاعر يحقق احلام الشعراء اهلا بعبد الناصري اهلا بحلم الشاعري اهلا بماضينا العظيم يطل بسمة ثائري ويجسد الحلم الكبير على شفاه الحاضري زحفت بيكلم عن مدينة حلب لما فوجئت بان عبد الناصر راح سوريا والملايين متجمعة والناس مش شايلة عبد الناصر شايلة السيارة التي تقل عبد الناصر زحفت مدينتي الطروب مع الغمام الهادري زحفت باجمعها تريد عناق عبد الناصر انتقل الى الشاعر المصري احمد عبد الماطي حجازي فلتكتبوا يا شعراء انني هنا اشاهد الزعيمة يجمع العرب ويهتف الحرية العدالة السلام فتلمع الدموع في مقاطع الكلام يا شعراء يا مؤرخ الزمان فلتكتبوا عن شاعر كان هنا في عهد عبد الناصر العظيم يغني للاتحاد للشراك العربي ويقول كن لي عائلة يا حزب الفلاحين الفقراء فانا لا اسرة لي الا الانسان بلا اسماء كن لي عاصمة يا حزب العمال الغرباء فانا لا موطن لي منذ تركت الارض الخضراء كن لي سيفا وحصانا ونشيدا متى لو ظهروا في الليل فاكر زوار الفاكر لو ظهروا في الليل ينادون الاسماء ويسوقون الى الموت الشعراء الحمد لله الحمد لله ليس هناك الان من يظهر في الليل ولا من ينادي الاسماء ولا من يسوق الى الموت الشعراء وهذا زمن مختلف ومناخ مختلف نرجو ان تصبح كل قطرة نسيم بحرا من الحرية أستاذ الكبير فاروق شوشا ايه الجمال ده لا 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 انا حقيقي مستمتع بكل كل واحد اداني جرع حلوة جدا عن عيد 23 يوليو زامر أستاذ صار أبو زيد آل ولما اتذكرنا النهضة التقافية والفنية العظيمة اللي واكبت الثورة يعني الرجال العظماء اللي كانوا وراء مثلا دكتور عبدالقادر حاتم ودكتور صورة عكاشة وانشاء فرقة رضا والفرقة القومية الفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية والسرك القومي والبالي وأكاديمية الفنون وإلى خيره ومعهد السينما وكل الحاجات الحلوة دي اللي اتعاملت وعلى ذكر السينما حتى السينما كان لها دور ايجابي مع احداث الثورة 23 يوليو يعني اذكر مثلا ان كان فيلم مصطفى كامل ممنوع رقبيا ولما قامت الثورة عرد فيلم مصطفى كامل صراحت بالرقابة وكان اول الافلام اللي نسميها وطنية كان الله معنا خراج احمد بطرخان وفي مجموعة كبيرة جدا من نجوم السينما العظام مثل فاتن ومجدة وشكري سرحان وعمات حمدي والاخير اسماء عديدة جدا وبعدين طبعا المخرج الرومانسي العظيم وهو كان احد الضباط في الجيش وكان دفعة جمال عبد الناصر وأنور السادات المخرج الكبير عز الدين ذو الفؤار ويسعدني ان انا معايا زوجته الفنانة كوسر شفيق مادام كوسر ورتني صورة من صور استاذ عز الدين ذو الفؤار وهو معه زعيم جمال عبد الناصر صح؟ اي او مظبوط ما حستيش فقط من الاوقات ان الاستاذ عز ندم انه ترك الجيش لحبه للسلم لا ما ندمش خالص لانه هو بيحب الوطن على طول وهو في الجيش ولما طلعه برضو كان مجند نفسه للسينما ولو الوطن كانت علاقته كويسة برجال الثور؟ اه طبعا استاذ عز الدين ذو الفؤار عمل بورسعيد بعد احداث ستة وخمسين فريد شوئي وهدى سلطان وليلة فوزي وشكري سرحان ورشدي اوازا وإلى خيري وقبل هذا طبعا كانت الرائعة التسجيلية لاحداث 23 يوليو اللي هي رائعة يوسف السباعي رد قلب رد قلبي ايو صح ومين من الشباب ما قالش انجي ما تمناش ان يبقى في انجي في حياته انجي الاميرة الجميلة الوديعة الهدية الجميلة فعلا يعني رائعة الكمال انجي وكل الشباب في ذلك الوقت وحتى دلوقتي اللي بتفرجوا على رد قلبي يحلموا ان يبقى له يعني الجرل فريند تبقى انجي بمواصفات انجي دي وانجي هي نجمتنا العظيمة ماريم فخر الدين انجي اميرة الساحرة انجي يعني الاستاذ عايز هو اللي اختار حضرتك لرد قلب لا يوسف السباعي هو اللي رشح اه اه كنتي قريتي الرواية يعني عايز الدين اخو جوزي محموز الفؤار انها مش هو اللي رشحني ويوسف السباعي طبعا اللي رشح اه قريتي القصة ولا اه اعراليك قريتي القصة وهو اللي رشح الحياة لاني رومانسية انا خلقت ربنا رومانسية الحياة اكتر من رود لخلبي بس فهو رشح الحياة للدور هقدر اقول ان انجي دي كانت نقطة تحول في حياة ماريم فخر الدين لا انا كنت مخلوقة انجي يعني انا رومانسية من يوم متولات لحد النهاردة على اي حال ليس رحانة كده اه الفيلم ده طبعا هو تاريخ لثور الثلاثة وعشر اه الحقيقة انا ربنا بيحبني ان اعملت الفيلم ده وربنا بيحبني ان انا اول ما اشتغلت سنة ستنين وخمسين سنة للثور وربنا بيحبني الحاجات كتير جدا يعني الحقيقة يعني ده اشهر من ليلة غرام اول افلام اه طبعا طبعا يعني يكفي ان هو بيتعرض كل سنة يوم 23 يولي يعني شوف انا بقى لسه حبق ميتها والفيلم ده عمال يتعرض يتعرض لوحده كده والاستاذ عز الدينز الفقار كان رومانسي وحالم برده في حياة خالص خالص وكاوسر شفيق ما كنتش يقال ان الاستاذ عز كان في افلامه لابد ان البطلة تبقى هي حلم حياته طول ما هو بيعمل الفيلم كله على الورق برده يعني على الورق لغاية لما الفيلم يقص خلاص الورق بس لا لحد ما يتعرض الفيلم يعني اوه كان بيحبين يتقول ما انا بعمل رود دخل بعد رود دخل بي حب كاوسر تاني يعني اعرف ايه سابك يعني احب كاوسر وهكذا وهكذا اه كل ما يعمل الفيلم يحب البطلة يعني شارع الحب يحب صباح اه اه لا بس دي مش حاجة غلط دي حاجة صح لازم المخرج يحب البطلة بتاعته عشان يعرف يخرج لها كويس وإلا مش هينفع اوه لا يعني بقول مش كل فيلم يعني بيحبهم بيحبهم بيحب بيحب الشخصية بتاعت الرواية يعني مش بيحب شمالين بيحب انجي فانجي عشان انا كنت انجي فهو كان بيحبني وكان يوجه الممثلين لا يوكلنا ليه بقى لا يعني قصدي يعني يشرح لك الدور والمشهد واوه اه اه بطريقة فزيعة وهو يعد يمثل ورا الكاميرا طبعا بشكل وحش وهو بيمثل الدور انما احنا بناخد انه وبنمثل احنا وفي البيت بقى هو بيكتب الحوار واوه الاخيرة لا يعيه هو بيعيش في الدور يعني في كل كتباته بيعيش بيعيشها يعني عمر عز ما كتب حاجة الا هو حساسها يعني اذا كان راجل بيبقى راجل اذا كان السادي اذا كان مشهد درامي بيعمل كله هو يكتب الديالوج هو يعيط على الديالوج اللي هو كان عز الدين كذا اه نقدر نقول ان فترة الثورة دي كانت فترة نهضة سينمية مدامة طبعا يعني كل الافلام الحلوة اللي عملناها في مصر هي فترة الثورة الحي يعني انا اولا امتاز الفرصة دي واحيي زوجة عز الدينة الفقار الفنانة كوسرة الشفيق وجميلة الجميلات ماريون فخرتين موسيقى في الافلام كان دايما يطلع ايه الاقطاعي اه مع الكرباج ويدرب الفلاحين والاخره ويقول ده بقى دي عيلة مش عارف مين ودي عيلة مين ودي عيلة مين انا عايز اخد يعني رأي حد من الاسر الكبيرة جدا اللي كانت معروفة بالاخطاع وانهم يمتلكوا ملايين الفدادين زعيم الابازية مصطفى ابازة لما بتتفرج على الافلام دي وبيبقى الظالم اللي هو مع الكرباجوة والاخره واسرة الابازية دي كان عندوكو كم فدان الف الف بسعيلت لما قالو اوقت فن يعني هل الصورة دي اللي ظهرت في السينما هي صورة حقيقية ولا مبالغة حقيقية مية المية مية المية انا شفت طبعا واكتر واكتر ولكن ما سفرت ادرس برا وشفت الفرق رجعت يعني اولا انت النهاردة بتظلمني ظلم جهمت جدا فيه انك هتجبني مع البطاح اللي تكلموا دهول انا هقولي انا هقولك على ثلاث حاجات اولا اه مراتي اتجوزتني هي شرية عشان جمال عبدالناصر بالزبط كده هي كانت رئيسة الاتحاد الطلبة السنوي في دمشق وناصرية متعصبة بتحكيلي بتقولي كنا بنقعد ثلاث ايام وقفين في ميدان الساحة عشان نبص على الرئيسة ما يطلع يبصنا كده ثلاث ايام وقفين الاف البنات والناس وقفين ثلاث ايام عشان نشوفوا قد ايه الراجل ده القوة بتاعته الحب الملايين له فلما رجع اتجوزنا بقى قالت لنا اتجوزتك عشان ابقى في البلد اللي فيه عبدالناصر يعني لا حب ولا ابتعد لا حب ولا ابتعد صراحة وخل الولاد بقى ابتدت هي برضو تحط لغاية النهاردة طبع اقولك على حاجة اسمها الطهرة والله ما كان فيها ولا واحد متعلم لا يوم قابل ولا حد يروح منها الجيش فكان اللي يروح الجيش ويبعت لهم واحد عين وعملة واحد دراع عشان محدش وتعليم ممنوع النهاردة عندنا حوالي ثمانين طبيب اربعين محامي دبلومات كله من مفيش خالص صف انما انا مبسوط انا مبسوط للكدفة هو دي شهادة من زعيم الابازية مصطفى ابازة لثور الثلاثة وعشرين يوليو البلدنا اللي ما كانش فيها تعليم بقى فيها تعليم وطلع منها كذا وكذا 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 و الست المدام جوزت حضرتك عشان خاطر تعيش في بلد عبد الناصر المهاردة وهو ده قالت لك تولك ايوه فانا وانا برضو مدينك وزير جميل قعد عشرين سنة وزير مهر ابازة وخد الوشاح لان الرئيس حسن مبارك العظيم والله مبارح بنتي شافته في المؤتمر الصحفي قالتلي يا بابا انا بحبه او انا بحب الراجل ده يعني انا بعتبر نفسي بنته طب وانا قالتلي انت وهو عايزين تحية كده المصطفى بي عبازة عيم العبازية في مصر و نسترسل في الفن والثقافة مين تكملة لمسيرة 23 يوليو كان نصر 73 اللي كان اللي عاشوه ما قدروش ينسوا اللحظات الحلوة اللي عاشوها وانا لا انسى ان في الفترة دهيا ايام حرب 73 كان عدد كبير من الفنن كبار بيسجلوا اغاني في الاذاعة فوق وينزلوا يصوروها معايا في برنامج النادي الدولي في ذاك الوقت اللي كان في بدايته وفي احدى الليالي جاءت تلك المطربة التي عشقت انا صوتها من امانة ما تفرحني يا بكرة وعلى مين على مين فلح فايت من بيتنا طعم مميز كان لشريفة فاضل جاءت ومعها شريط قالت لي انا سجلت ده فوق وكانت تمر بمحنة صعبة جدا هو وفاة ابنها شهيد من الشهداء الوظماء في بلدنا وجاءت شريفة فاضل واهدتني شريط ام البطل وانا لا انست الليلة دي ابدا ولا انسك فوقفت شريفة وعملنا دخان حواليها على ان دخان المعركة ودعنيها دمعت وهي بتقول ابني حبيبي شريفة فاضل شكرا 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 يعني ايه معلش انا قلت اللحظة ده لان انا دي لحظة انا عمري ما بنساها وكنت سعيد بيها جدا ان انا اول من اذاع اغنيت اول واحد كان البرنامج النادي الدولي كان بتاع الاستاذ سامير وانا سجلتها بقية